سلام عليكم واهلا بكم من جديد. نرد ان شاء الله معنا صيانة في من شركة الموديل الخاص بزي ما احنا شايفين كده تمام? طيب اه مشكلة الجهاز اللي موجود معنا ان الجهاز كان شغال بشكل كامل على البطاريان عندما البطاريان خلصت الشحن بتاعها وبعد كده بدأ الجهاز ما يستجبش معي للشحن. وزبون بتاعنا بقول ان اوقات لما بيركب سوكت الشحن او بيركب الشحن بتاعي في سوكت الشحن اللاب كان بيشتغل معاه وبيقب معاه شحن. فعندما اه فصل الجهاز عملية الشحن بشكل كامل ولكن الجهاز شغال على البطاريان. عشان كده احنا في الوقت حالي مش هناخد ايام الممنعات الخاصة بالكويلات. لان فعاليا فعاليا احنا قدام شغالة بشكل كامل ولكن يبدو ان المسار الخاص بسعاتاشر فولت الخاص بالشحن. هيكون في مشكلة وده اللي احنا ان شاء الله بازن الله هنبتدي ان احنا نشتغل عليه. دلوقتي هسيب لك تشريح بالمسار البورد دي. عشان ممكن يفيد حد من حضراتكم. وهنبتدي ان احنا ناخد العيسات بتاعتنا تحت الميكروسكوب تمام? طيب خلونا نبتدي دلوقتي ناخد العيسات بذاتنا تحت الميكروسكوب انا دلوقتي هركب سوكت الشحن. وطبعا هناخد الموضوع من البداية خالص. من اول سوكت الشحن. سوكت الشحن عليه زي ما احنا شايفين كده سعتاشر وستة وعشرة فولت. بعد كده الفولت مشارطا بخش معي على مجموعة الكويلات دي. وبعد كده بيروح معي مباشرة للاتنين موسفت دول اللي هما وده تمام. خلونا كده نبتدي ناخد العيس بتاعنا على اول موسفت. العيس يفت على بتاعته. سوات عشر وستة من عشر على امبوت. طب بالنسبة لي الاوتبوت. اوتبوت زي ما احنا شايفين كده حوالي حداشر او تسعة كمان من الالف من الفولت او عشرة من مية من الفولت. وطبعا الايمة دي غير طبيعية على الاطلاق. طبعا دخل الموسفت التاني اكيد نفس الايمة. وفي نفس الوقت طبيعي جدا ان احنا لايش حاجة على خرج الموسفت. تمام? طيب فلونا كده نقص للشاحن. ونشوف ايه هي سبب المشكلة بتاعتنا. المشكلة بتاعتنا ممكن تظهر معايا بسبب اكتر من حاجة. على سبيل المسال ممكن لو الموسفتات دي في حاجة من عشورت ممكن الاقي نفس الايم دي. خلونا كده نشوف الممانعة بتاعتنا على الموسفتات. يعني الممانعة هنا بالميجا اوم. عندي هنا برضو بالميجا اوم. وكمان عندي الممانعة هنا. كلام ده معناه ان انا الموسفت ما فيش اي شورتة عندي. طبعا ده مش الاياس الصحيح للموسفت ولكن احنا بنشوف بس لو في اي اه شورتة على الموسفت. هيزهر معنا بكل السؤولة هنا بالميجا اوم. وهنا بالميجا اوم. كمان عندي هنا بالميجا اوم. يبا احنا كده الموسفتات بتاعتنا دي اه مش عليها اي شور. تمام? طيب خلونا نوصل الاعدابتور بتاعنا مرة تانية. ونشوف شرط بتاعت الموسفت. طبعا الموسفت ده هو عبارة عن اه وبالتالي المفروض ان الجيت بتاعتها يكون عليها خمسة وعشرين. خلونا كده نشوف الفوطية على الجيت بتاعت الاي سي فت. مفروض هنا متوقع ان انا هاخد تقريبا حوالي خمسة وعشرين فولت. ولكن خلونا بس نحاول اوكوميتر للفولت الاول. وزي ما احنا شايفين ان الجيت بتاعتنا عليها زيرو فولت. وبالتالي اه اه الموسفت بتاعته محقاش الشرط بتاعه. عشان كده اه الموسفت في حالة الفولت بتاعته ما عداش تمام? طيب مين اللي بيتحكم في جيت الموسفت دي? خلونا نروح للاسكماتيك عشان نشوف كامل التفاصيل. طيب ده للاسكماتيك بتاعنا. وده الموسفت اللي هو الاي سي فت اللي هو بي كيو بي حداشر. احنا كنا وقفين على ان التسعة تاشر فولت موجودة عندي على بتاعت الموسفت اللي بدنا رقم خمسة. ووقفة لعند النقطة دي ومش معاديها ناحية تانية للموسفت. تمام? وطبعا عشان الموسفت ده يحقق الشرط بتاعه ويشتغل لازم بتاعته بما ان ده تكون اكبر من السورس بمقدار اه معين. طبعا السورس اللي هي اللي بدنا رقم واحد واتنين وتلاتة. الموسفت ده لما يكون السورس سيكون عليها تقريبا ستاشر ونص وبالتالي احنا محتاجين هنا على الجيت في حدود الخمسة وعشرين فولت. تمام? لو تتبعنا مساري الجيت بتاعنا هنلاقي ان الجيت بتاعت الموسفت ده هي هي نفس الجيت بتاعت الموسفت دي لاتنين مرتبطين باشارة واحدة اللي هي بتجي لي باسم لو تتبعنا برضو الاشارة دي هنلاقي جيالي من البن رقم اربعة من الشحن. وبالتالي الخطوة اللي جاية بعد كده هتكون الشغل بتاعنا هيكون على اي سيه الشحن. تمام? اللي هو بي او بي اون. تمام? وطبعا في الحال دي احنا مهتمين ببعض الاشارات فقط طبعا مش هناخد كل الاشارات بتاع tecnologia ولكن احنا مهتمين ببعض الاشارات اللي هي بتبتدي معاها الشغل عشان تطلع آآ اشارة آآ الله بتيجي معاها على البن رقم اربعة. تمام? احنا مهتمين طبعا في الوقت الحالي بالبن رقم تمانية وعشرين اللي هو في ويتاق المعرض شكل مباشر. تمام? عندي برضو البنة رقم ستة. المفروض تقريبا البنة دي على حسب الديات الشيط. ممكن حضرتك ترجع الديات الشيط وتتأكد من الكلام ده. المفروض تقريبا من اتنين واربعة من عشرة فولت او اكتر من كده. بحقال اشارة ومباشرة بعد كده بتطلع معي اشارة اه تمام? طبعا مجرد ما يدخل الفولت على البنة رقم تمانية وعشرين اللي هي تطلع معي بنت اللي هي البنة رقم اربعة وعشرين اللي متسمعها معي وزي ما احنا شايفين كده هو كاتب لي هنا هي ستة فولت. وبالتالي دي الاشارات اللي احنا مهتمين بها فقط في الوقت الحالي. بنت التغذية. اشارة واشارة المترتبة على اشارة وبنت الشحن معي اللي هي بتطلع معي ستة فولت. خلونا نبتدي ناخد الرياسات دي تحت طيب ده الشحن بتاعنا. خلونا نبتدي ناخد الاجاسات. طبعا نبتدي به على البنة رقم تمانية وعشرين نقدر ناخدها من على الريزيستور دي والمكسف ده. ساعة عشر وستة من عشر اذا بنت التغذية ما فيش في اي مشكلة عندي. تاني بنة مهمة معي بنت بتيجي معي على البنة رقم ستة. نقدر ناخدها من على الريزيستور دي. وزي ما احنا شايفين كده البنة بتاعتنا زيرو فولت. الكلام ده معناه ان انا في الحالة دي مش مكتشف او بالنسبة له احنا مركبناش الشاحن بتاعنا. وبالتالي اشارة هيكون فيها عندي مشكلة. وعشان كده غالبا بالنسبة كبيرة جدا اه الاشارة اللي بتروح ليه جيت مش موجودة معي ومش هتشتغل معي لان في الحالة دي بالنسبة الشاحن هو مش شايف ان احنا ركبنا الشاحن. خلونا نرجع عليه الاسكماتيك عشان نتبع مصار اشارة. طيب ده الشاحن بتاعنا والاشارة بتاعتنا ان احنا محتاجينها واللي فيها عندنا مشكلة اشارة على البنة رقم ستة. تمام? طيب خلونا كده نحلل الجزء ده من الدارة في البداية. في البداية طبعا عندي تسعتاشر فولت هنا طبعا في مقاومات ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة في عندي خمس مقاومات. المقاومات دي في النهاية بتعمل لي عملية. ممكن حضراتك تحسب الفولت النهائي اللي هيطلع في اشارة تمام? في النهاية خالص بعد ما المقاومات دي تشتغل معها بفولتش دي بايدر. هيطلع عندي هنا جهد معين هو الجهد ده اللي احنا محتاجينه عشان يقول له اسي شاحن احنا ركبنا الشاحن تمام? كلام ده فعدم موجود الجزء ده او الفرع البسيط من الدايرة دي تمام? يعني لو الدايرة دي مش موجودة ستجهر فولت هتدخل على المقاومات دي. هيحصل عملية الفولتش دي بايدر على حسب ايمة المقاومات دي. هيظهر عندي فولت هنا في انها هيروح لبن رقم ستة من عيسي الشاحن. ولكن طالما الدايرة دي موجودة خلونا كده نحلل الدايرة دي تمام? عندي اشارة الاسي دي تيكت وصلة مباشرة على اه الدرين الموسفت اللي هو بي كيو بي سبعتاشر. طيب ايه لا يحصل لو الموسفت دي اشتغل? حتى لو في فولت. لو نفترض عندي مسلا الاسي دي تيكت كانت ايمتها مثلا تلاتة فولت تمام? لو الموسفت دي يشتغل? التلاتة فولت دول بالكامل هيروحوا معايا للجراون. تمام? طيب الموسفت دي امتى يشتغل? وامتى ما يشتغلش? لو بصينا على الحالة الطبيعية. لو افترضنا ان اشارة الادابتور دي مش موجودة. انا في عندي هنا ساعتاشر فولت وبرضو بنفس الطريقة فيه فولتش دي بايدر اللي هي عن طريق المقاومة بي ار بي اربعة واربعين. وبي ار بي خمسة واربعين. ساعتاشر الفولت دول هيحصل عمليات تجزيق للجهد. وفي النهاية هيطلع هنا عندي ايمة فولت معينة. هتروح تشغل البن رقم اتنين من الموسفت بي كيو آآ آآ بي سبعتاشر. وهيشتغل الموسفت ده. ولكن احنا مش محتاجين الكلام ده. احنا عايزين الموسفت ده مايشتغلش. طيب ليه محتاجين الموسفت ده مايشتغلش? بكل بساطة لان الموسفت ده لو اشتغل هيقراض للخط ده بالكامل. احنا مش محتاجين الكلام ده. احنا محتاجين هنا فولتية معينة. هي اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي وبندور عليها. تمام? وبالتالي انا لازم الفرع ده بالكامل او يتقرد. اللي هو الجيت بتاعة الموسفت بي كيو بي سبعتاشر. تمام? طيب ازاي الكلام ده يحصل وانا فيه عندي هنا باي دي فولت بيحصل عملية تجزيق للجهود هنا. وبيظهر هنا فولتية معينة الكلام ده الحل بتاعه الوحيد ان اشارة الادابتور دي تيكت. الاشارة دي هي اللي فيها الحل. طب الحل يكون ازاي? ان الاشارة دي تكون جراوند او زيرو فولت وبالتالي اي فولتية هنا هي هتكنسلها او هتسحبها معها لجراوند وبالتالي مش هيكون في اي فولتية على الجيت وبالتالي الموسفت ده مش هيشتغل وفي النهاية في النهاية بشارة الاسي دي تيكت هتروح للبنة رقم ستة من عيسي الشحن وده اللي احنا ماحتاجيني. يبقى دلوقتي في الوقتي الحالي احنا هناخد الاياس على البنة رقم اثنين من اه الموسفت اللي هي بتاعت الموسفت بي كيو بي سبعتاشر والطبيعي او المفترض ان احنا او احنا متوقع ان يكون عليها زيرو فولت. خلونا كده ناخد الاياس ده تحت الميكروسكوب ونرجع مرة تانية للاسكماتيك. طيب خلونا كده ناخد الجيت الخاصة بالموسفت اللي هو بي كيو بي سبعتاشر. طبعا احنا المفترض نلاقي عليها زيرو فولت. ولكن زي ما احنا شايفين كده الاشارة بتاعتي خمسة وثمانية من عشرة فولت وطبعا الكلام ده مش صحيح معي. تمام? خلونا نروح للاسكماتي بتاعنا. دي الاشارة بتاعتي المفروض ان الاشارة دي تكون زيرو فولت ولكن احنا لقينا خمسة وتمانية من عشرة وطبعا الخمسة وتمانية من عشرة هي نتيجة بتاع المقاومات دي. تمام? الكلام ده معناه ان الاشارة دي غير سليمة معي والاشارة بتاعة ما جاتش معي او مش طالع معي بصورة سليمة. تمام? طيب خلونا كده نشوف مصاري الاشارة دي. هلا ان الاشارة بتاعتي جاية من البي جي بي مية واحد. وطبعا ده سوكت الشحن بحاجة زيته. طبعا الكلام ده بالنسبة لبعض الناس يعتبر كلام غريب شوية. اه الاشارة دي ازاي جاية لي من سوكت الشحن? على المفروض الاشارة دي ازاي نحن متوقعين تكون طالع معي من اي سي تاني او حاجة زي كده. ولكن الاشارة جاية معي من سوكت الشحن بشكل مباشر. خلينا اقول لك ان دي اه او الكلام ده بيحصل حسب البنية الفيزيائية للسوكت. يعني الكلام ده بيحصل فيزيائيا داخل السوكت. حضرتك لما تركب السوكت اه المقاس الصحيح بتاع شركة يصر. داخليا داخليا جوة السوكت او لما تركب السوكت الشحن او الشحن بتاعك. داخليا جوة السوكت الشحن نفسه مباشرة البنة دي بتعمل كونتاكت بيجراوند وبالتالي بتوبة الايمة اللي موجودة عليها هي زيرو بولت. وبناء على ان احنا لسه واختين اياس الاشارة دي لان الاشارة دي خمسة وتمانية من عشر يعني الاشارة دي ما كانتش فازا انا التفسير الوحيد بالنسبالي ان انا فيه مشكلة عندي في اه سوكت الشحن نفسه داخليا. لان البنة دي او الاشارة دي ما بتعملش او كونتاكت مع الجراوند. لان احنا زي ما قلنا بالكده احنا محتاجين الاشارة دي تكون زيرو بولت عشان اه ما تشغلش الترانزيستور ده سبعتاشر عشان في النهاية احصل على اشارة وصراحة انا النوع ده من السوكت بصراحة مش موجود عندي. وطبعا عشان عمله هاخد وقت معي تقريبا حوالي من خمسة عشر لعشرين يوم. وطبعا اه العميل بتاعي ما عندوش رفاهية الوقت دي. وبالتالي احنا هنشتغل على ان احنا نلغي الاشارة دي. طيب نلغي الاشارة دي ازاي? بكل بساطة ان احنا هنرفع البي كيو بي سبعتاشر. حد يجي يقول لي طيب احنا لو رفعنا البي كيو بي سبعتاشر. فعليا فعليا احنا هنكون عزلنا الدايرة دي بشكل كامل يعني لغينا وجود الدايرة دي. وبالنها هيحصل على اشارة اللي احنا عايزينا. ولكن هل ده هيكون ليه تأسير سلبي على يعني دراستك للاشارة دي هتعرف بمنتهى البساطة ان الدايرة دي او ان انت تعزل الاشارة دي او التعديل اللي احنا هنعمله مش هيكون ليه اي تأسير سلبي على اداء الجهاز بتاعي. بكل بساطة لان البنة دي مش بنت مثلا ايدي زي اجست الدل اللي احنا متعودين عليها او حتى في اجست الينوفو او في اجست الاتش بي. البنة دي مجرد بس يعني تعديل بس جدا عليها. هنفهم ان البنة دي بتخليلي الاشارة دي عبارة عن جرون. والكلام ده كله ما بيجيش من خلال اي سي ولكن بتم فيزيائيا داخل سوكت الشحن. وبالتالي التعديل اللي احنا هنشتغل عليه فيه النهاية. ان انا بس هرفع جاست ان انا هرفع البي كيو بي اه 17 من الدايرة بتاعتي. واعتقد اعتقد ان احنا هناخد اشارة مباشرة اه بعد ما نرفع المسفد بتاعي تمام? طيب بعد ما رفعنا المسفد بتاعنا. خلونا كده نبتدي. نجرب طبعا ركيب الشاحن دلوقتي. وناخد الياسات بتاعتنا على الاسي فت. والاربي فت. انا اعتقد ان احنا ممكن ناخدها حتى على الشانت ريزيستور. انا عندي هنا اتنين شانت ريزيستور في الموديل ده. وزي ما احنا شايفين تسعتاشر وستة من عشرة ظهرت معايا في كامل اجزاء اه المزاكور. تمام? طب خلونا كده نجرب طبعا بريسل باور في الموديل ده موجود معايا في الكيبورد. ولكن انا في عندي اتنين تست بوينت هنا اقدر ان انا اشغل الجهاز بيهم باور. وزي ما احنا شايفين كده الجهاز بتاعنا اشتغل. زي ما احنا شايفين الجهاز بتاعنا اشتغل ولكن طبعا انا اشغل الرامة دلوقتي. وبالتالي طبعا المعالج هيبدأ ان هو يسخن معايا دلوقتي لان المعالج ده جيميك فبيسخن معايا بسرعة. وبالتالي احنا كده اه شغلنا البوردة بتاعتنا باور بمجرد تعديل بسيط حتى بدون تغيير اه سوكت الشهر. طبعا ده مش الحل الصحيح. الحل الافضل طبعا ان احنا نغير سوكت الشهر. ولكن زي ما قبل كده ده ملوش اي تأثير سلبي على المزاكورد بتاعتنا. خلونا كده نبتدي ان احنا نقفل الجهاز. ونرجع مرة تانية نجرب مع بعض. طيب ده الجهاز بتاعنا بعد ما قفلنا الجهاز بتاعنا بشكل شبه كامل. آآ الحمد الله تعرف بدايتنا فهاش اي مشكلة. وبعدا عن الكاميرا نبتدي ان احنا نختبر بقية وظيف آآ الجهاز. ولكن انا لاحظت ملاحظة مهمة جدا وانا بقفل الجهاز. لاحظت ان الكويلز الفاصعة به تغزية الجي بيو اللي هو الانفاديا. السيرمل بتاعتها ما كانتش موجودة او يبدو ان فيه فن سيونة قبل كده اشتغل في الجهاز. ولسبب ما انا معرفوش آآ شاف ان السيرمل باتدي ملاحش اي لازمة واقفل الجهاز بدون السيرمل باتدي. آآ وبرضو بعيدا عن الكاميرا انا لاحظت ان المنطقة دي على وجه التحديد لون البي سي بي نفسها او البوردة بتاعته تحول ليه اللون البني. ده دلالة على الاوبرهيتين. اجهزت جيميا يا جماعة ما فيهاش اي مجال للهزار في موضوع الحرارة. لازم نهتم بتفاصيل البسيطة اي نعم تفاصيل تبدو بسيطة. ولكنها مهمة جدا جدا وتساعد على العمر الاضطراض الطويل للمكونات بتاعتنا على البي سي بي. واستقرار الدوائر بتاعتنا على الماظر بورد. وبالتالي لازم نهتم بي السيرمل بيست بتاعنا. وكمان نهتم بيه السيرمل بيه. طبعا السيرمل بيست بتاعنا انا شغال بالامي اكس فور. والسيرمل بات دي انا شغال بالبرند اللي موجودة قدامنا. طبعا انا عندي منها كل السمكات لانه طبعا لازم نهتم برضو بالسيكنس الخاصة بالسيرمل بات دي. خاصة في منطقة الفيرام. لو منطقة الفيرام انا حطيت آآ سيرمل بات السمكة بتاعها او السيكنس بتاعتها اكبر من المطلوب ده هيمثل على آآ شريحة الرامة نفسها او شب الرامة نفسها. وآآ مع الوقت ممكن البولز نفسها او الكور الاصدير آآ تحت الرامة دي تفصل معي. ولو حطيتها اقل من السمكة المطلوب يعني مش هتعمل جوت كونتاكت وبالتالي هترتفع درجة حريطها وبرضو في النهاية ده يقدي معايا دي آآ ان العمر الافتراضي للكمبوننت نفسه او الرامة نفسها هيكون اقصر من المطلوب وبالتالي الحاجات دي كلها مهمة جدا عشان كده لازم نهتم بكل التفاصيل دي. وبكده نكون وصلنا الى نهاية فيديو النهاردة ويكالعادة كل اللي محتاجين منكم دعوة من الالب.